موسيقى برنامج لدي هيساعدك خطوة بخطوة بك تكوني أجمل من غير ميكوب من غير فلاتر وهيكون معاكم الأخصائية التجميل واخصائية علاج الشعر والبشرة مروا عمرات هنتكلم عن كل شيء يخص جمالك من غير ميكوب الميكوب هيبقى ديف شرف في حياتك الفلتر هيبقى ديف شرف في حياتك هنعالج الهالات السودة هنعالج المسام الوسعة هنعالج البقع هنوحدلك البشرة مش هتحتاجي فونديشن أبدا وده هيبقى معانا طبعا أخصائيين وده كثرة معانا في البرنامج هنتكلم على كل يهم جمالك دايما هتحبي نفسك معانا في برنامج لدي كل اللي هنتكلم عنه ازاي تعالجي بالطريقة المتاحة بالنسبالك أو بطريقة ازاي الصحيحة واحدة بواحدة معاكي بتكلفة أقل أو بتكلفة عالية اللي هتحبي هنديدكي كل الاختيارات اللي تريحك معانا بس في الآخر هتبقي جميلة معانا وده هيبقى عن طريق الروتيني اليوم معاكي الروتيني الاسبوعي الروتيني الشهري ازاي تستخدم الحاجات صح ازاي تبتدي بتفاصيل صح ما يديكيش المعلومة وبس لا هنوريكي الزيت تستخدميها صح كل يوم هنخليكي تحبي نفسك قوي من غير حاجة إذ كانت بشرتك بيضة إذ كانت بشرتك صمرة إذ كانت بشرتك أمحي أكيد هتبقي أحلى مع بشرة صفية مع اللي احنا هنقولهولك واحدة بواحدة أول حاجة هنبتديها في حلقة لدي الأولى هو ازاي ان انت تهتم بروتينك اليومي ببشرتك بشعرك بصحتك وأول حاجة نحب نقولها عن البشرة والشعر انه هم مريد جسمك من جوة صحتك يعني لو نقصك فيتامين أكيد هيبان على بشرتك لو معدتك تعبانة أكيد هيبان على بشرتك لو كبت تعبان هيبان برضو على بشرتك وشعرك لو عندك فيتامين 2 نقصة في الدم أكيد كل ده هيبان عليك كل ده هنقولهولك ونقولهولك ازاي بالظبط مع تكاترة والأخصائيين الصح أول حاجة ان احنا بنهتم ببشرتنا بروتين يوم ازاي ان احنا نغذيها ان احنا ننظفها كويس جدا بس على حسب نوع بشرتك ما ينفعش مثلا البشرة الجفة نحط لها مثلا حاجات جلب أو حاجات انها تنتصي الضهون أو تنظم الضهون لا كل بشرة ليها طريقة عناية يومية مثلا البشرة الجفة هنبتدي عنايتها ازاي غسول للبشرة الجفة بيكون كريمي اللي هو يديها ترتيب وتغذية وبعاديها طنر الطنر من اهم من اهم الحاجات للبشرة اللي هو بيعيد البي اتش للبشرة ايه البي اتش ده هنتكلم معاه هنتكلم فيه ان شاء الله في حلقة بس يكون موضوع طويل لوحده المهم ان هو بيعضل حمدك بيخلي البشرة بترجع تاني زي ما كانت قبل التنظيم ما خسرتش حلقة وبعدين بنستخدم الكريم يكون كريمي ما يكونش الجل ما يكونش لأي بشرة تانية مختلطة او يقللك الدهون بالعكس البشرة الجفة محتاجة دهون نيجي للبشرة الدهونية البشرة الدهونية مش محتاجة دهون لا محتاجة غسول دهني ولا محتاجة مثلا مرتب دهون فبنستخدم لها الجل الجل للبشرة في الغسول في المرتب بيكون جل المختلطة فيه مختلطة دهنية وفيه مختلطة جفة ودي بنعرفها ازاي من منطقة التيزون طبعا وكل واحدة بتبقى عرفة بشرتها فيها ايه البشرة المختلطة بنعملها معاملة تلتين معاملة الدهنية والجفة بالنسبة بقى للمشاكل اللي هي بتبقى معانا طول الوقت تلعت حبية المسام تفتحت ودي بتبقى اكتر لستات العاملة او الناس اللي بتشتغل وبتخرج لان المسام بيدخلها ميكروبيات هوا بيدخلها طراب طول الوقت هي معرضة للأذن ودي طبعا هنحتاج نقفل المسام قبل خروجنا واق الشمس واق الشمس واق الشمس واق الشمس من الإضاءة واق الشمس من الموبايل واق الشمس من الشمس نفسها من اي إضاءة من اي مؤثر خارجي في ضوء نحط السامبلوك السامبلوك مهم جدا بيحافظ على تماسك البشرة فترة طويلة بيحاول يحميها طول الوقت من الأشعمل من الإضاءات من التي بي من الموبايل من اي مؤثرات ضوئية فما فيش حد يقول لي بس انا ما بخرجش فما بحطش السامبلوك لأ السامبلوك لازم تحطيه حتى لو في البيت لو انتوا في قدام البوتيات لو انت بتطبخي لازم السامبلوك وعشان ما نطولش عليكم في السامبلوك وبرضو هيبقى ليه حلقة لوحده نعرف اهميته وطبعا هيبقى معادة كثرة مختصين بعلاج البشرة البرنامج بتاعنا هو عبارة عن حلقات بنخش كل حلقة مع مختص او دكتور بنعالج مشكلة معينة مثلا المسام المفتوحة العلامات الحب الشباب حب الشباب نفسه وده فيه انواع منه كثيرة وفيه مشاكل منه كثيرة بالزاد في سن المراكب وفيه ما بعد سن المراكب هنتكلم على الاجهزة كل مشكلة عندك الجهاز المعين اللي انت لازم تستخدميه ولو فيه بدال تقدر تعمليها في البيت بداله طبعا هنقولك عليها وطبعا مش هننساكي في الخلطات الطبيعية اللي انت بتحبيها بس هنستخدمها بشكل تاني مش هنحط الخلطات مش هنحط كذا شي ممكن نستخدم عنصر واحد عنصر واحد ويحللنا المشكلة مثل الحليب او اللبن اللبن سكراب هايل وناعم بيفتح السكراب زي ما بيقوله الدكاترة فيه كل الفيتامين الا الحديد احنا ممكن نعمل سكراب من الحليب احنا ممكن نعمل بنرجع بروتين الوش من البيت بالمسكات بتاعت البيت ممكن نعمل غسول والغسول نستخدمه من حاجات ميت الرز لو انت مش قادرت نجيب غسول مثلا برين ولا حاجة بنجيب الميت الرز وبننقعها مستخدمها غسول ومسكي كمان معيش اجيب سكراب فاعمل حليب سكراب وطبعا مش للبشرة الدهنية يعني ده اللي احنا بنقوله لكل نوع بشرة حاجة وده اللي هنتكلم عليه في حلقات ليدي ومش هنكتفت كده بس كمان الميكب اه هتبقي طول الوقت مش محتاجة الميكب بس اكيد في المناسبة بنحتاج الميكب فلما نيجي نحط ميكب على بشرة خالية من العيوب بيبقى رائع مفهوش مشاكل وازاي نختار البريندات اللي هنحطها في الميكب لكل بش عشان لا تقطع لا يبين خطوط تحت العين اه ما يحصلش انها تحبب ما يحصلش مشاكل اللي بتحصل كتير وبشتكوا منها كتير وقت انت بتحط الميكب اه هنبقى مع بعض في كل حلقة نتعلم ازاي نبتدي بداية جديدة بداية جديدة وهنبتدي هنروح فاصل وهنرجع معكو تاني موسيقى 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 عودنا من الفاصل وهنتكلم معاكو دلوقتي على مشاكل ممكن تستقبوا شوية ممكن قبليتني انا وانا بعالجها وهنا عرضها لكم دلوقتي على الشاشة ونتكلم عن كل حالة كانت ايه مشكلتها نشوف السواء دي حالة حب شباب طبعا لشاب وحبوب الشباب علاجها للبنات غير الشباب الهرمونات مختلفة طبعا من نلوت طبعا تنظيف وبعدين بنعقم التعقيم يمكن فيه كتير بيعالجوا حب الشباب من غير التعقيم ممكن نعالجوا كمان بالمراهم والكريمات ودي هنقول عنها بعدين الكريمات او انواع الكريمات لحب الشباب اللي ممكن تساعدنا كتير في تخفيف الحالة دي مع انها تفضل باستمرار بسبب هرمون بسبب سن المراهقة بكذا كذا مشكلة يعني بتكون فيها اللي بعده بالصورة اللي بعدها دي توحيد لون بشرة وتفتيح يمكن هتلاحظوا ان فيه الوايد هاد الوايد هاد هي الحبوب الصغيرة اللي بتطلع تحت الجلب ودي بتطلع كتير لنا يعني في بيسموها الحموني في بيسموها أزمة كتيرة بس هي الوايد هاد بيبقى فيها نسبة دهون ولو تثابت أو تأهملتيها بتعمل بلاك هاد وبتعمل البلاك هاد اللي هي ليها رص صودة أو بيبقى تعمل حبوب كبيرة بتضخم وبتبقى مشكلة كبيرة بدل ما هنبقى بنعالجها في جلسة أو اتنين لأ هنعالجها في شهر واتنين وممكن حالات بتوصل لأكتر من كده من الإيمان عشان كده برنامجنا هيكون مهمة لكي جدا السورة اللي بعدها دي حالة حب شباب حب الشباب ده نادر أو قليل جدا ما نشوفه ويمكن كله يتخذ ويفتك إنها حاجة تانية هو حب شباب اسمه حب شباب بالكيس العقدي ودي قليل ما بتطلع وبتطلع بذات للي عنده بشرة دهنية جدا يعني عنده غزارة في فرازات الدهون على الجلد وطبعا هي كانت في أفريقيا في الجو حر فبيبرز الدهون دايما طلعة طلعة ووصلت للحالة دي وبعد شهر علاج بقت الحالة اللي انتوا شايفانها الناحية التانية وبقت أحسن بكتير السورة اللي بعدها فيه كمان شكل الحب الشباب بالكيس العقدي برضو لأ دي بشرة الصمراء أنا فقول عليها البشرة الصمراء تفتيح وعلامات حب الشباب زي ما احنا شايفين كده علامات حب الشباب بشعة يعني بتعمل وصمة عارف الوش تحس اني فيه حاجة مش مظبوطة دي بعد جلستين اتفتحت البشرة تقفلت المسام تخفت كتير العلامات وطبعا بيبقى ليها كزا طريقة للايلك طبعا كل حلقة نتكلم على مشكلة وند نصايح يومية ده لغة اللغة او اللي احنا بنقول عليه ودي عانيت منه بعد عملية الغد ودي بنعمل لها جلسة وجلسة بالاجهزة ودي كت من جلسة واحدة وكت المتيجة حلوة كتير لها دي الحالة التانية لحب الكيس العقدي واكتر حاجة بيطلع على الأكتاب او بيطلع في الظهر او بيتضخم يعني الحباية ونتبضلش على كده الناحية دي طبعا قبل يعني وهي الحالة لسه ودي الناحية التانية الحالة بعد العلاج بعد ما خفت كتير وبيقصار الحبوب بس لانها بتبقى ضخمة يعني مش حباية عادية يعني بمثابة الخراج او بمثابة البابلز اللي هي الحبات الكبيرة فبتاخد وقت كتير او يقعبال ما بتهده وبمسرب منها دي طبعا علامات حب الشباب طبعا فرقت كتير يعني من اول جلسة ودي بنعملها لها طبعا بالتأشير اه بالتأشير مشاكل البشرة مشكلة اني انتسبتها مشكلة اني اهمدتها مشكلة اني قلت وإيه يعني حباية وإيه يعني مثلا بقع تلات وإيه يعني مثلا عادي يعني شوية وتروح لأ مش شوية وتروح بتسيب لك أثر الحبات بتسيب أثر والأثر ده بيهد معاك طول العمر طول العمر انت بتحاولي تعالجيها وما بتتعالجش وكل ما بدرنا ده في علاج البشرة والشعر دايما بنلاقي نتيجة أحسن وبيكون نتيجة ترضيك غير مثلا بعد ما بنسيبها وتتضخم وتحصل مشاكل كبيرة بتعودي سنة واثنين في نشاكل الجلدات بتعود بالسنة والاثنين علاجة وانت اللي متضايقة وأنا هبقى متضايقة طبعا من شكل وطبعا ممكن تتعرضي للتنمر ممكن تتعرضي لحد يسأل أسئلة سخيفة طب ليه؟ طب إحنا كلنا ممكن نبتدي بدري وكلنا نبتدي نهتم بنفسنا نهتم بصحتنا الأكل الفاتفود المشروبات الغازية الحاجات كتيرة اللي هي العادات الغلط الصهر الصهر عدوي الاسترس عدوي الأكل مش مظبوط عدوي الأكل كتير عدوي والأكل الأولى العدوي خير الأمور الوسط دايما اختار نفسك الأنسب اختار نفسك اللي يخليكي لدي لدي بمعنى كلمة ما فيش واحدة تقولها لا انا مش لدي لا انت لدي من يوم ما تولتي وانت لدي حبي نفسك انك لدي شوفي نفسك انك لدي أميرة الأميرة ما ترداش لنفسها بشرتها ما تهتمش بيها بشعرها بجسمها بلبسها بميكب بتاعها بزينتها ولو انت معرفتيش او ما فيش حد بساعدك صح او مميش معاكي حاجة بحاجة ودقيقة بدقيقة اللي دي هتعمل معاكي دا كله برنامج اللي دي هيبقى معاكي من الأول للاخر المهم ان انت يبقى عندك اسرار ان انت تفضلي يملة ان انت تفضلي حلوة ان انا ما شوف نفسي في المرايا مش محتاجة احط الكنسينار عشان اشيلي الهلات ان انا ما بص نفسي في المرايا مش محتاجة احط فونديشن عشان اوحد لنا البشر لما بص برضه في المرايا ملقيش مساني مفتوحة ولاقي صمر حوالي فونان م Berg ولاقي رأي صد عد القمر ولقي حاجات كتير اتكلمنا كتير عن البشر منتكلم بها عن الشعر الشعر انا عن نفسي بشوفه زى الزرق او زى الأرض من ان تديها تديكي يعني كلما اهتملمتي بالأرض الارض كلما اديتيك زرعة صحية يعني نهتم بجزور وجلد الراسل كلما ادينا تغذية كلما اتغذينا واخدنا فيتامينات صح هتديكي شعره حلوه هتديكي شعر القولي مشان نتعرض للتساقط مشان نتعرض لانتفق الشعر مشان نتعرض للفراغات اللي بتحصل كتيرا ومع ذلك فيه امراض تانية يعني امراض ده زي التعلبة زي مثلا القشرة الفطرية فيه مشاكل كتير ودي طبعا بنرجع فيها للاطباء اما الحاجات اللي احنا بنقدر عليها نهتم بيها اللي هو نهتم بالغزة الصح اللي هو نهتم بوقتنا الصح اللي نبتاح فيه يعني انا صهرانة وقمت واكلت فاتفودس او اكلت اكل من الصحي وعملت كملت يوم الصحي لا انت شعرك صحتك بشرتك مكينة صندوق جمال شعرك جمال بشرتك صندوق كل ما بتمليه كل ما بتلاقي عندك وقت ما بتحتديه لكن انت بتاخذي منه طول الوقت بناخد منه طول الوقت طب ما مش هيتبقى له حاج طبيعي هيموت شعرك لازم يتغذى بالزيوت طبيعية طبعا على حسب نهو شعرك لازم نعرف يعني نهو شعرانة لازم نعمل تحاليل طبية نعرف ايه اللي نقص في بسمنا نعرف ايه اللي نقصنا اللي نقصنا نبقى جمال ايه اللي نقصنا نبقى زي الممثلين ايه اللي نقصنا مباشرتنا وشكلنا يبقى زي المشهل مش ناقص مع حاجة هما بس بيهتموا بيشوفوا صحتهم بيأكلوا صح بيأتنوا بشرتهم وشعرهم صح هنا بينعكس علومة اللي انت بيتشوفي وهنتاعد اطلاقا اطلاقا عشان كل بيقول لي اكيد بيقول الفيلر والبوتوكس انا من الناس انا طبعا مش ضدهم بس انا من الناس اللي ما بحبهمش يعني ما حبش ابر يعني عندي فوبيا الابر ما حبش ادخل في بشرتي ابر ما حبش جراحة الناس دي طبعا برنامج لي دي هيمة جدا لان احنا هندلها البداية البداية المتاحة البداية اللي تديكي نفس النتيجة بس على مدة اطول اكتر من الجراحة غير ان الجراحة انا بالنسبة لي بيشوفها فيها حوادث كتير طبعا كتير من المواصلين وكتير احنا شفناهم الحوادث اللي حصلت العمليات التجميل وي 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 الغلطة بمشكلة مقدرش اصلحها مثلا زي اصالة زي كتير من الممثلات حصل معاهم مشاكل في القام في المشاكل في منطقة الجولاي في مشاكل كتير كتير حصلت دي مشاكل من الجراحة من الفيلر من البوتوكس وكتير احنا شفناها فانا من الناس اللي بخير فانا برجح ديما الحلولي التاني يعني عايزة اقفل مسانية عايزة شد منطقة الجولاي في اجهزة في مثلا التقشير التقشير بيجدد التقشير بيشد طول ما انت بتقشري بشرتك طول ما انت مهتمية بتقشير بشرتك ايه بتشد يعني طبيعي بتطلع لي الجلم جديد خلايا جديدة فهنا بتديك ارتفاع بيطلع حاجة جديدة بتدي حيوية اللي يشد انا اطلع فاصل ونرجع لكم تاني ايو ايو سمعك حاجتي تمام 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 حبيبير جعنا لكم من الفاصل وقابل من نختم حلقتنا حابة اقول نصيحة كل ست جميلة مفيش ست وحشة كل ست جميلة بس اهتمي بنفسك شوفي نفسك شوفي نفسك حس بنفسك مفيش ست خلقها ربنا مش جميلة بس اهتمني بكل مشكلة عندك صفا بشرتك جمال شعرك هيئتك ثقاتك ثقاتك بنفسك كل ده جمال كل ده جمال كل ده جمال ما تحرميش نفسك منه ما تحرميش نفسك ان انت تقومي من النوم مش محتاجة ما تحرميش نفسك كل يوم تصحي وانت شايفة نفسك اميرة ايما من عسل ما تحرميش نفسك ان انت تبقي جميلة تبقي لازي معنا طبعينا وهتلاقي كل اللي يهمك كل اللي هيساعدك كل اللي هيخليك ترجع عن نفسك من غير اي حاجة صناعية من غير مأزي بشرتي كل يوم بالليكاب كل يوم بنزل على شغلي وبتاخر وكل يوم الماكان ما زبقتش الايلانور ما زبقتش رموشي لازم اركب رموش معنا كمان هنعلمك ازاي تعملي اطالة رموشة ازاي حتى ما تحتاجيش للمسكرة ازاي ما تحتاجيش للرموش الصناعية ازاي شفافك تبقى مرادة ازاي تبقى جميلة بمعنى كلمة من غير اي مساحية تجميلة من غير ما تحتاجي تعملي جراحة اه وفي اخر حلقتنا حبيبي اه انا فاسي تبقى جميلة انا تبقى معكم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله اه الاسبوع الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة